بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من جوة الصيدلية هنتكلم فيها النهاردة عن افضل حاجة ممكن تستخدميها لبشرتك وهي فيتامين سي السيروم هنتعرف فيها النهاردة ازاي فيتامين سي بيشتغل وايه دوره في البشرة ايه افضل التركيبات اللي موجودة في سوق وهل فيه تركيبة معينة بتختلف عن التانية ولا لا ايه الحاجات اللي اخد بالي منها لمنزل اشتريه من السيدلية خصوصا انه سعره غالي هل استخدمه مع الريتنول ولا استخدمه لوحده ولو هستخدمه مع بعض اللي ممكن اخد بالي منه اي تركيب بيجيب نتيجة افضل وايه افضل للانواع اللي موجودة في السيدليات مع اسعارها لو انت او انت مهتمة تعرفوا الاجابة على كل الاسئلة اللي احنا قلناها دي يبقى تشرفنا بعد الفاصل واهلا وسهلا بكم دي جوة السيدلية وانا عمر ابو بكر ويلا بينا نبدأ من جوة السيدلية خلونا كده في البداية نعرف ان في حاجات كتير جدا بتأثر على شكلنا وشكل البشر زي ايه اول حاجة زي السن كل ما الواحد بيكبر في السن كل ما المرونة بتنقص وبتتقلص ليه بقى لنقص حاجة مهمة جدا اسمها الكولوجين ويبدأ والاستن كمان وتبدأ بعدها تظهر التجعيد ويظهر الذبول بتاع البشرة تاني حاجة بتأثر بشكل كبير جدا هي التعرض للشمس التعرض للمكيف الظروف الخارجية ضغط الحياة الاسترس ده بيأثر بشكل كبير جدا على الحيوية وبيسبب جفاف البشرة جفاف البشرة بقى في حد ذاته بيعمل ايه بيسرع من ظهور التجعيد تالت حاجة التعامل بطريقة عنيفة مع البشرة مع انك تستخدم صابون مثلا مش مناسب للبشرة ان احنا نحط مكياج مش مناسب او المصيبة السودة ان احنا نسيبه مثلا على وشنا والنمبي نستخدم كريمات الكورتزون وكنت حذرت منها قبل كده كريمات الكورتزون يا جماعة في الخلطة السلسية نعم بنستخدمها في اوقات معينة لما بيكون عندنا حالة تستدعي لكن ما ينفعش نستخدمها على طول لان الكورتزون بيدمر البشرة وبيسرع بشكل كبير جدا من ظهور التجعيد وطبعا اخر حاجة انك تنجرح او يحصل اسكار او تحصل خبطة معينة او بيبقى فيه مثلا حب الشباب حب الشباب من الحاجات اللي بتأثر بشكل كبير جدا على البشرة ولما بتتعالج بتبدأ تسيب ندبات او سكار وكل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها دي بينتج عنها اعراض تخلي اي حد متضايق زي ايه زي بشرة دبلانة المسامات واسعة في بقع في البشرة لون البشرة مش متوحد يعني مش لون واحد كل حتة في البشرة بلون مختلف وكان طبعا من ضمن انواع العلاج المفيدة اللي تكلمنا عنها كانت الريتينول وتكلمنا عنه في فيديو قوي جدا وانصحكم تروحوا تشوفوه ناس كتير كانت مهتمة بفيتامين سي وفعلا هو من الحاجات اللي بتجيب نتيجة حلوة جدا بجيب نتائج يمكن اكثر من رقاعه والدنيا كلها مقلوبة على فيتامين سي فيتامين سي بقى بيعمل ايه خلينا نقول فيتامين سي بيساعد في تكوين وتخليق الكولاجين والالاستين وبالتالي بيساعد في ايه بيساعد في تحسين من مرونة الجلد وكمان يشد البشرة وبالتالي تجعيد تقل طيب تاني حاجة فيتامين سي بيعتبر من اقوى من ضدات الاكسادة فغير انه بيحمل بشرة من عوامل التأكسد اللي احنا قلنا عليها زي الشمس والمكيف وا 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 كمان بيلحب دور رائع جدا في انه هو يمنع ايه وركزه معايا هنا يمنع تكوين الميلانين واللي هو اصلا الميلانين ده هو المسؤول عن التصبغ علشان كده لما بنستخدم فيتامين سي بيبدأ يكسر الموضوع ده يكسر التحول ده فبالتالي ما بينتجش عندي الميلانين وبالتالي التصبغات بتقل بشكل كبير جدا لما تقل التصبغات هيكون مفيد جدا في حالات ايه في حالات زي التصبغات الناتجة عن الشمس او التصبغات الناتجة عن التقدم في العمر فيتامين سي مع الاستخدام لقي انه هو بينظم عملية تجديد الخلايا وبيتحكم في عملية تحويل الدهون ما نقدرش نقول انه هو زي ريتنول هيعمل تأشير لكن ممكن يسرع من العملية بينظمها بشكل او باخر على العموم الحتة دي او الجزئية دي لسه مفيش عليها دراسة كافية لكن الناس اللي بتستخدم سيروم فيتامين سي بتركيز عالي لقي انه هو شوية بيبدأ يعمل شوية بيلنج يعني بيعمل شوية تأشير خفيف لما تيجي بقى تجمع التأثيرات دي مع بعض تلاقي النتيجة باذن الله بشرة ايه بشرة مشدودة فيها نظارة فيها لمعة شكل الخيوط والتجعيد قال بشكل كبير جدا اعتقد هو ده اللي احنا كلنا عايزينه وهو ده اللي كل الناس اصلا بتجري عليه وهو ده السبب اللي شركات التجميل في كل حتة في العالم بتروج لمنتجتها طيب بما اننا دلوقتي عرفنا فوايد فيتامين سي للبشرة خلينا نروح نجاوب على اسئلة كتير بتدور في بالكو دلوقتي جاهزين يلا بينا طيب امت افضل وقت استخدم في فيتامين سي افضل وقت هيكون الصبح بعد ما استخدم غسول للبشرة طبعا يتسبب فيتامين سي على البشرة لحد لما يمتص كويس وبعدها لازم وحتما ولابد استخدم ايه استخدم واقي شمس ايه هو افضل تركيز لفيتامين سي عشان اشتريه افضل تركيز او افضل تركيزين ممكن نقول عليهم وهو تركيز العشرة في المية والعشرين في المية انا مش بحب الخمسة في المية لانه بصراحة ما بيجيبش نتيجة كويسة واكتر من عشرين في المية بيكون قوي جدا على البشرة وممكن يعمل حساسية وفي دراسة بتقولك ان اعلى من عشرين في المية اصلا بيبقى نتيج تو عادية بيبقى حاجة زي البلاتو كده تأثيره عادي جدا زي زي السام بلوك يعني اكتر من خمسين بلاس او فيفتي بلاس بيبقى واحد يعني فيش حاجة اسم مهمية في المية السؤال اللي بعده يا دكتور هو انا مينفع استخدم فيتامين سي مع الريتينول الاتنين مع بعض يعني لان انا حبيت الريتينول اللي انت قلت عليه جدا بس انا برضو عايز استخدم فيتامين سي فينفع استخدم الاتنين مع بعض ولا هيعمل لي حساسية ووشي هيقشر بقى ولا ايه خلينا نقول ان زمان كان فيه اشعة كده او كلام دارج ما بين الناس انه ممنوع تماما ان احنا نستخدم الريتينول مع فيتامين سي لكن للأسف الكلام ده مش صح مش صحيح ابدا احنا ممكن نستخدم الاتنين مع بعض وبالعكس ممكن يجيبوا نتيجة كويسة جدا ولكن يفضل استخدام الريتينول امتى يفضل استخدام الريتينول زي ما قلنا يستخدم الريتينول بس بالليل وفيتامين سي يستخدم بالنهار وممكن نستخدم بالتبادل اول عشر تيامي يعني ايه بالتبادل مش قصدي يعني نستخدم يوم سي لحد من البشرة تاخد عشان البشرة ممكن ما تتحسش. بس لازم استخدم وزي ما قلت في الاول لما نيجي نستخدمه لازم استخدمه احطه على بشرتي لازم اسيبه يمتص قبل ما احط اي حاجة تانية او قبل ما اطلع من البيت. طبعا لازم وحتما ولا بد استخدم واقي شمس. وعلى فكرة واقي الشمس لازم يستخدم كل ساعتين لو انت بره. يعني لو انت لو انت في حتة بره في الشمس بتعرض للشمس ويفضل ما تتعرضش للشمس. لكن لو هتستخدمه واقي الشمس بيستخدم كل ساعتين. طيب السؤال اللي بعده دلوقتي اخد بالي من ايه وانا بشتري? يعني ايه اللي اخد بالي منه ولما اجي اشتري فيتامين سي من السيدليات? اول حاجة لازم تعرفها ان فيتامين سي حساس جدا للضوء وللهوا. وبيتأكسد. وتقريبا لونه هتلاقي بيتحول للون الاصفر. لكن لو انت اشتريت علبة ولقيت وبعد ما اشتريتها هتحول لونها للاصفر ده ما بيكونش معناه ان هو باص تماما. بس ده معناه انه تأثيره وفعاليته قلت. فانت وانت بتشتري لازم العلبة اللي انت بتشتري فيها تبقى علبة ما تكونش شفافة. لازم العلبة تكون يعني العلبة متغطية من بره ما بتسمحش للضوء انه هو يخش جوه. وكمان ما تكونش العلبة دي اتفتحت قبل كده. عارفين انت والسياسة اللي هو احنا نخش تاخد العلبة ما تخدش العلبة القدام تاخد العلبة الورا. لان انت لو فتحت العلبة حطيت منها وقفلتها دخل هوا او ما تقفلتش كويس. هيبقى لونها اصفر نتجاتها وفعاليتها تقل بشكل كبير جدا. تاني حاجة تاخد بلك منها هي التركيب الصيدلي. واللي بيكون مكتوب على العلبة. يعني نوع فيتامين سي اللي انت هتستخدمه. اللي مكتوب على العلبة هو ايه? لانه هو مش كله مش كله برطوان. يعني فيه انواع للفيتامين سي كل واحد منهم بيبقى ليه نتيجة مختلفة. فيه ثلاث انواع من مشتقات فيتامين سي بيمتصب بسرعة جدا وتأثيرهم بيقعد لفترة طويلة جدا. زي ايه? زي الاسكوربيك اسد واسكوربيل بالميتيت وماغنيسيوم اسكوربيل فوسفيت. يعني خليوا بس الحاجات كده بغض النظري عشان ما تشغلوش بالكو. خليوا بس المنتجات دي هو المنتجات دي اكتر انواع من فيتامين من مشتقات فيتامين سي تأثيرها كويس لانها بتمتص بسرعة وبتدي نتيجة احسن. وعلى فكرة الانواع دي هتلاقي سعرها شوية غالي عن الانواع التانية. هو انا لو اشتريت فيتامين سي يا دكتور هو هو تأثيره هيبان بعد هده ايه? خلينا اقول ان التأثير فيتامين سي بيبدأ يبان بعد تلات اسابيع من الاستخدام. ويفضل الاستمرار عليه مدة مش اقل من شهرين. وبعد كده ممكن نكمل في استخدامه طبقا للروتين اللي حضرتك بتستخدميه بشكل كبير. بس لو جينا نقول عشان يجيب نتيجة كويسة جدا ممكن تعمل الحاجات دي. لازم يبقى عندنا عناية كاملة بالبشرة يعني لازم لازم استخدم غسول بشرة كويس. وبعد كده استخدم وراء فيتامين سي السيروم الصبح. وبعده زي ما قلنا لازم نستخدم واقي شمس. ارجع بالليل استخدم الغسول برضو. ويفضل ان الغسول ده يبقى غسول مفتح او غسول يدي نظارة وغسول يستخدم حسب نوع البشرة. وبعد ما استخدم الغسول بالليل استخدم سيروم او كريم ريتينول او اي كريم مرطب بيناسب البشرة ازا كانت جفة او ازا كانت دهنية. طيب هل فيتامين سي بيناسب البشرة الجفة البشرة الحساسة للبشرة الدهنية? فيتامين سي في الاغلب كفيتامين سي بيناسب كل انواع البشرة. ولكن اللي بيختلف على حسب العلبة اللي انت بتشتريها ونوع اللي انت بتشتريه بيبقى فيه مكونات تانية ايه مع الفيتامين سي ده فممكن حاجة من المكونات دي ما نكونش مناسبة للبشرة مسلا الجفة او الدهنية او الحساسة فهنا دي الحاجات اللي لازم ناخد بالنا منها طيب يا دكتور فيه انواع في السوق بستبتبقى انواع طبيعية ما ما بتكونش ما بيقولكش ده اسكوربك اسد تركيزه قد ايه فبيقولك ده مشتق من من حاجات طبيعية ايه رأيك فيها وده سؤال كتير بدت سقله يعني فخلينا نقول حاجة زي خلاصة العرق سوز وخلاصة الاسيرولا الاسيرولا دي فيها اعلى تركيز فيتامين سي وخلاصة الكيوي دي من اكتر الحاجات اللي بتستخدم كمصدر لفيتامين سي طبيعي وطبعا بتستخدم في كل حاجات الطبيعي عشان تبايد مزيتها ايه خلينا نقول بصراحة كده الحاجة الطبيعية مزيتها ان هي مش هتعمل او مش هتعمل اثار جانبية ممكن تقلقوا منها ولكن تأثيرها بيكون ابطأ بيعود فترة عبال ما يدي نتيجة على عكس الحاجات المصنعة اللي قلناها في الاول خالص دي تأثيرها بيكون سريع ولكن برضو في احتمال ان يبقى فيه احمرار في احتمال يبقى فيه شوية جفاف مع البشرة فاحنا بنوازن ما بين ايه اللي احنا عايزينه وايه اللي ما احنا مش عايزينه اخر حاجة معنا النهاردة هو ايه الانواع اللي موجودة في السوق وايه اسعارها زي ما قلت لكم في اول الفيديو خلينا نقول ان اغلب البرندات كلهم عندهم سيروم فيتامين سي او كريم بيكون فيه فيتامين سي خلينا وليكم دلوقتي افضل الانواع اللي موجودة في السوق مع السعر وان شاء الله بازن الله لو عجبتكم الحلقة دي نبقى نعمل حلقة تانية نقول لكم فيها ايه اهم الفرقات ما بين الانواع اللي هنقول عليها دلوقتي رقم واحد هو سيروم دكتور جراندل بروتكت سيل فيتال سي وده سعره 485 درهم تاني حاجة في الترتيب هو نومبر سيفن راديانس وده سعره حل سعره 125 درهم وتركيزه 15% فيتامين سي تالت نوع معنا وهو اوباجي بروفيشنل سي تركيزه 20% وسعره 556 درهم رابع نوع معانا سكين سيوتيكل سيروم تركيزه 10% وسعره 488 درهم خمس نوع وهو الفلوريجا سي ريكوفر سعره 472 درهم والنوع ده بيكون معاه كمان هالورونيك اسد وحاجات تانية مش بس فيتامين سي لو بصيته هتلاقي كل اللي فقط سعره عالي جدا مع هذا نومبر سيفن اللي كان سعره معقول نجي نخش على الشركات اللي هي بنقول مش البريميوم يعني خلينا نخش على مثلا دلوقتي رقم 6 فيتشي الليفت اكتف بايتامين سي وده تركيزه 15% تقريبا سعره 200 وحاجة درهم رقم 7 بايدولمر بيجمنت ده سعره 210 درهم وده ليه طريقة معينة خلاصة عرقسوس مع كم حاجة كده بس رقم 8 هو ده سعره تقريبا 193 درهم طبعا الترتيب ده الاسعار طبعا على حسب السوق الامراطي على حسب السعر في السوق الامراطي هنا ممكن تلاقوها اونلاين ارخص وممكن تبقى فيلاد تانية طبعا الحاجات دي ارخص بكتير من هنا الترتيب اللي انا حطه ده بناء على رأيي الشخصي من خلال الدراسة والفيدباك بتاعت الناس وتأثيره على الناس من حين الاحسن من احسن حاجة يعني تمام وان شاء الله زي ما قلتولت لو عجبكم الفيديو ده وحابين ان احنا نكمل ونتكلم في الحاجات دي الفروقات ما بين الحاجات دي بقى ان شاء الله نعمل حلقة تانية ونتكلم بالتفصيل الفرق ما بين بيو ديرما وفي تشي وسكن سيوتيكل وبادي طبعا دكتور جراندل ونومبر سيفن بس كده اتمان اكون جوابتا على الاسئلة وما يكونش وقت وما يكونش وقتكو راح على الفاضي دومتم في نعمة دومتم في صحة دومتم في فضل من الله شوفكم على خير في حلقة جاية من جوا سيطالية كمعاكم عمر ابو بكر سلام اتمنى يا رب الفيديو اعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي لو نفسك تدعبنا وتساعدنا في الموضوع بسيط جديد كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناة وتفعل الجرس علشان يوصل لك كل جديد بنقدمه اول باول وسندول الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها اعمل لايك وفلو لقى المنا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعة شكرا جزيلا اعمر بو